سائل يقول قرض التمويل العقاري في مبادرة من الجهة الدولة تدفع 80% من تمن الشقة ينفع أقدم الفايدة السنوية 3% أنا مطلقة وعندي أطفال ليس عندي مكان أستقر فيه مع أولادي يا سيدتي أسأل الله جل جلاله أن يجعلك من ضيخك فرجا ومن عسرك يسرى الاقتراض الربو يا سيدتي لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات أو الحاجات العامة التي تنزل منزلتها ولا أستطيع من بعد تقدير هذه الحاجة العامة لعلك تراجعين بعض من تثقين فيه من أهل الفتوى المخالطين لكم عن كثب لتقدير هذه الحاجة ومدى صلاحيتها لكي تنزل منزلت الضرورة في إباحة المحزور راجعي مفتي محلي قصي عليه القصص اشرحي له الحال وأسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن يفتيك بما يريه الله عز وجل وأسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد اشتركوا في القناة